النهاردة في البوليس القديس بوليس بيقول لأن ما هو رجاءنا وفرحنا وإكليل افتخارنا أما لستم أنتم أيضاً أمام ربنا يسوع المسيح في مجيئه لأنكم أنتم مجدانا وفرحنا وأعتقد الكلمات دي بتوري عمق أحاسيس القديس بوليس نحية الكنيسة هو بيقول أن أنتم الفرح بتاعنا أنا بس أبص الأولاد اللي أنا خدمتهم وأفرح وأسر وهي دي روح الحقيقية اللي كانت عند أبونا لؤة سيداروس كان يفرح جداً بخلاص الناس وكان يفرح جداً لما الناس يبقى لهم علاقة حية بالمسيح أبونا لؤة كان رجل صلاة ويمكن ورانا في حياته البابا كريلوس كان عايش إزاي يعني لو إحنا عايزين صورة عملية عن حياة البابا كريلوس ممكن نبص كده على حياة أبونا لؤة وهنلاقي كده والصلاة عند أبونا لؤة ما كانتش بس أمسك الأجبية وأقول شوية مزمير دي كانت علاقة حية بإله حي عشان كده كان أبونا دايماً مليان بالخير وكان يقول أن الكاهن أو الخادم اللي ما بيصليش حياته ما فيهاش خير وكان المسبح والإفخارستية هي محور حياته لما أبونا بشوي كامل جي الإيه في السبعينات فأبونا بعت له وقال له يا أبونا أنا مفتقدك أعمل إيه راح أبونا بشوي كامل ورد عليه وقال له إحنا أنا وإنت بنلتقي على مسبح واحد لما أنت بتصلي الأداس وأنا بصلي الأداس إحنا بنتقابل على المسبح اللي بنسميه في الكنيسة مسبح الناطق السمائي واحد من الكاهنة قال لي أن أبونا لؤى شاف أبونا لؤى في حلم وكان أبونا لسه عايش يعني فأبونا لؤى كان لابس الملابس الكهنتية بتاعته وقال للكاهن دوت قال له إن سلاح الكاهن هو المسبح والكاهن على المسبح يشفع من أجل شعبه والشعب يصلي من أجل كهنته وخدامه ولما قال الحلم ده لأبونا لؤى أبونا لؤى ما قالش لأ يعني قال آه ربنا يرحمنا كمان حياة الصلاة اللي كانت في حياة أبونا لؤى فتحت لي السماء عشان كده كانت علاقته قوية جدا بالبابا كورلوس وأبونا بشوي كامل ولما مرة سألوا أبونا لؤى هو أنت حاسس أن 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 بشوي كامل معاك أبونا رفض يجاوب على السؤال ده وقال إيه بس كده بصيته المعروفة كده بعينه وقال هو ده سؤال يتسئل ومع ديش يجاوب على السؤال لأن كنيستنا هي كنيسة أحياء لأن إحنا أعضاء في جسد المسيح الحي كمان أبونا لؤى كانت ليه علاقة قوية جدا بالإنجيل عشان كده كان يعرف يربط العهد الجديد بالقديم وكان حافظ آيات كتير جدا في عيزة جميلة جدا لأبونا لوأة في 2016 في عيد القيامة بيقول أن زي ما يوسف رح لفرعون يطلب جسد يطلب عظام يعقوب أبوه هكذا يوسف الرامي رح لبلاطس وقال له أنا عايز جسد يسوع جسد إسرائيل الجديد وزي ما رئيس الكهنة كان بيدخل في يوم الكفارة ويخلع كل اللبس الكهنوتي ويدخل بس بملابس كتان أمام قدس الأقداس أمام تابوت العهد وينضح بالدم ولما كانت الزبيحة تقبل كان رئيس الكهنة يطلع للناس فالناس تهلل وتفرح هكذا المسيح رئيس الكهنة الأعظم رئيس الكهنة الحقيقي لبس كتان كده أو لفوه في كتان عشان تحقيق النبوات ما حصلتش كده يعني أبونا لوأة بيقول كده ما حصلتش صدفة ودخل إلى الأقداس زي ما بنصلي في اسم سبت الفرح وزي ما القديس بوليس قال فوجد فداء أبديا ليس بدم تيوس وعجول ولكن بدم إيه بدم نفسي أبونا لوأة كان رجل القداسة وكانت القداسة في حياة أبونا لوأة مش فضيلة بشرية كده اقتناها أو شوية جهادات أو شوية تدريبات القداسة اللي كانت في حياة أبونا لوأة كانت ثمرة من سمار اتحاده بالمسيح وزي ما قال أحد من الأباء إن القداسة في المسيحية هي ثمرة لسكن الروح القدس فينا الكلام دوت بيحقق وعد أو الآية اللي قالها القديس بوتروس الرسول في رسالته لما قال التي سرتم بها شركاء الطبيعة الإلهية حاربين من الفسادة الذي في العالم القداسة برضو في حياة أبونا لوأة كانت دايماً إن الإنسان يحيا في التوبة وكان دايماً يقول أبونا بشي كامل كان إنسان فرحان دايماً لأنه كان عايش في التوبة القداسة للناس اللي بتجاهد مش معناها أن أنا مسقطش في الخطية ولكن إذا سقطت في الخطية أرجع تاني لربنا هي دي برضو حياة القداسة أبونا لوأة كان أبو بالحقيقة وكل واحد يتعامل معاه كان يحس أن هذا أبويا بتاعي أنا يعني هو إيه أبو كل الناس بس أنا أهم واحد عنده وكان اتبان في الجنتلنس بتاعة أبونا لوأة لو كان حد يتكلمه وأبونا ما ردش كان يرتيرن دا كل on the same day والأبوة برضو في حياة أبونا لوأة كانت زيها زي القداسة كانت إنعكاس لأبوة الله للخليقة عشان كده كان قلب أبونا لوأة كبير جدا يسايع ناس كتيرة مرة حد بيقول لي على أبوة أبونا لوأة وإزاي هو بيصلي بيقول لي أبونا أنا مستني ورق معين تبع الهجرة عشان أقدر أروح مصر وأنزل الدير يعني أروح الدير فأبونا قال له ما تخافش الورق هيجي يعني وتقدر تروح مصر فلما الورق جاء للأخ دوت الأخ ده مهتم مش يقول لأبونا لوأة فلما أبونا لوأة عارف اتصل بي أبونا اللي اتصل وقال له مش لما الورق تخلص تتسل تقول لي سيبنا صلي على الفادي والورق خلصان قال له يعني يا بونا دي صلوات وبركة قدسك كمان شفتم مرة أنا متأسف أنا أقول برضو حاجة شخصية كنت مرة كده بتمشى في دير أبو مقار أنا بس كنت مدي دهري يعني نحية حتة معينة كده ولقيت صوت أبونا لوأة بصوته الجميل بيقول لي ها إيه اللي جابك هنا فأنا ببص ورا كده لقيت أبونا لوأة هو عرفني من دهري يعني عشان زي هو إنسان مملوء أبوه تقول أبونا ما أنا مترب هنا زي قدسك برضو ورح قال كده الواحد معنا قال له تعرف أبونا فلان ممكن تروح بس تندهول أنا بس حابب أتطمن عليه كانت ظروف معينة كده في الدير وأبونا دوك كان ابن من أولاد أبونا لقى في الاعتراف سنة سبعين والكلام ده حصل بعدها بتمانية واربعين سنة وأبونا لوأة لسه حاسس بأبوته نحية ابنه فعيزة جميلة جدا لأبونا لوأة في الجمعة الكبيرة سنة الفين وتسعتاشر في بداية المرض بتاعه أبونا لوأة بيقول ما تخليش أي حاجة تنزع منك أبدا الرجاء خلي عندك ثقة في الله أيوة إحنا خطاء ولكن ليس علينا خطية إحنا مش أبرار إحنا مزنبين ولكن تبررنا بدم المسيح الإنسان اللي يقرب من ربنا تبقى سهل التوبة ويبقى عايز كل الناس يتزوقوا الخلاص دوت وأبونا لوأة كان متحد فعلا بالمسيح وعرف يورينا المسيح نشكر ربنا وأنا هستخدم كلمات أبونا لوأة أبونا لوأة كان دايما يقول إحنا عشنا في عهد قديسين فإحنا نشكر ربنا إن إحنا عشنا مع قديسين زي أبونا لوأة وإذا كانت حياة أبونا لوأة هي زبيحة قدمها بمحبة على مسبح الحب الإلهي فإحنا برضو بإسم الكنيسة بنشكر تسوني نادية ونشكر ميري ونشكر أرساني ونشكر كل أسرة أبونا وولادي لأنهم قدموا الزبيحة دي معاه وزي ما أبونا تادرس يعقوب قال في كلمته عنه إذا كنا عايزين نعمل حاجة حلوة لأبونا لوأة مش إن إحنا نوزع سور أو نعمل له تمجيد أو نعمل له كتاب يتكلم عن سيرته بس ولكن الأفضل إن إحنا نتشبه بأبائنا القديسين ونعيش حياتهم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين